بالنسبة لعلاج شعر بالبلازمة يعني إيه؟ ده سؤال مهم لأن في سيدات كتير بتيجي بتسأل على البلازمة البلازمة دي هي نوع من الميزوسيربي برد هي الPRP؟ أو PRP ممكن بإختصارها PRP أو هي نوع من أو العلاج بالبلازمة هي نوع من الميزوسيربي بس بدل ما بستخدم مواد معينة اللي احنا قلناها كورتزون أو مواد بتنشط الدورة الدموية أو فيتامينات للشعر البلازمة بقى بعمل إيه؟ المادة اللي بستخدمها هنا جاية من جسم البنت وإيه فكرتها؟ فكرتها فيه في العيادة جايبين جهاز اسمه جهاز طرد مركزي أو سنترفيوج السنترفيوج أو جهاز الطرد المركزي ده بناخد من البنت أو السيدة من 5 إلى 10 سنتي دم عادي خالص وبنحط الأنبوبة دي في جهاز الطرد المركزي لما بيلف كده ببساطة من غير ما ندخل في تفاصيل بيفسل قرات الدم كلها الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية بيفسلها عن البلازمة ويفضل سائل البلازمة شفاف أصفر خفيف في التحت وبنرمي القرات الدموية البلازمة دي غنية بالعناصر الفيتامينات والعناصر اللي بتشجع نمو الشعر بس بشرط تكون البنت أو السيدة في حالة صحية جيدة برضا يعني ما يفعلش تبقى هي مثلا عندها أنيميا أو عندها نقص في فيتامينات دال أو بيه ونستخدم البلازمة لأننا نستخدم إيه؟ بنستخدم جزء من الدم بتاع السيدة نفسه المواد الغذائية المواد الغذائية هنا كأننا قعدنا تركيز المواد الغذائية البلازمة بس طبعا شننا منها قرات الدموية كلها ففضل عندنا الجزء المغزي للدم الشفاف اللي هو فيه المواد الغذائية طبعا يا حريك بتطلب تحاليل معينة قبل البلازمة نعم قبل البلازمة فريدي تلع عندها أنيميا عندها سكر عندها حاجة البلازمة ومش هتفيدها قوي في الحالة دي يفيدها بقية الأنواع في الميزوسرب لأن البلازما هي نوع من الميزوسرب الميزوسرب زي ما اتفقنا هو عملية إيصال المادة الفعالة داخل فروة الرأس أو داخل البشرة سواء بقى المادة دي كانت بلازما أو أدوية تانية هي نفس الحكاية